لم يعد كورونا مجرد رحلة قاسية للعالم أجمع إنما بات بسلالة جديدة يعنون مرحلة خطر وتوتر في العراق الذي يكتوي أهله موتا وفوضى ومعادلة صحية قاسية بات الحديث عن انتشار سريع يتميز به كورونا المتحور كابوسا جديدا يغرق العراقي في الخوف من مسألة الحياة أو الموت المعتاد عليها القراءة الحالية للمشهد الصحي العالمي يقع العراق جزءا منها للتعامل الطارئ مع مستجدات ما يمثله كورونا من خطورة جديدة غير تلك التي أحدثها منذ انتشاره أول مرة قرارات طارئة تعلنها الحكومة تعيد مشاهد الإغلاقات كإجراءات وقائية ملزمة للحفاظ على صحة المواطن العراقي على رأس هذه القرارات تحدد الحكومة بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وإيران واليابان كدول يمنع الصفر إليها ومنع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين الذين سيخضعون لحجر إجبالي مدته 14 يوما والتأكد من نتائج فحوصهم العودة لإلزام المواطن بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءة التباعد الاجتماعي على نحو أكثر تجديدا عن سابقات التفشي مستجدات تعلنها الحكومة على وجه السرعة كما كشفت عن تأمين وزارة المالية لتسريع توزيع اللقاح بكلفة مالية تصل نحو 20 مليون دولار مشاهد غلق المطاعم وجميع المنافذ البرية ضمن القرارات الجديدة أيضا تعود في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعمق جراحها كورونا بتفاصيله القديمة الجديدة على حياة العراقيين المثقلة بتبعات الاقتصاد والصحة والسياسة اشتركوا في القناة